كيبدأ الفيلم ذينا في عام 1997 وبالتحديد في دولة أفغانستان كان نرى طيارة فيها 4 جنود هجموا على مقر واحد العصابة ربطوا واحد منهم لتجعله يعترف في مكانين الأسلحة لهم ولكن لا يريد أن يقول لهم شيئا والذي لم يرى خبارهم هذا الذي يشده فتح قنبولة عليهم واحد من الجنود ضحاب رأسه وتلاح عليه لتفرق مع مول القنبولة وعطق صحابه وهنا عرفنا بأن هذه الجنود كينتامي والمنظمة اسميتها كينغزمان مراهام شهاري مدير المنظمة لدار الجندي الليمات وعطى المراته ميدالية على حسب الشجاعة الرجلها وكينان مرع لها الميدالية قالها تعيط له الوقت الذي يحتاجه شيئا ولكن المرأة كانت مؤزمة وكتبكي ولم تريد الميدالية وقلت له هذا الشيء لا يعوضني على رجلي الليمات هاري اعطى الميدالية لولدها إيكزي الذي كان مازال صغير وصاهر ضلبان لأمه مرمده 17 عام وبالضبط في روسيا نرى عصابة خاطفة واحد الأستاذ جاميعي اسميته الدكتور أرلوند وكانوا باينين بغيين منه شيئا كانوا ثلاثة في الدار تم اسمعوا شيئا يضق في الباب فاذا فتحوا الباب كانوا واحد من المنظمة الكينغزمان وفي البلاسة قتل اللي يفتح الباب وكمل على الاخرين وقال الدكتور أرلوند باللي ينقضوا يرجعوا لبلاده وقبل ما يكملها دارته شيئا بدأ يضق في الباب وغير تفتح دخلاته واحدة وقسمته على جوج برجلها اللي مشي طبيعيين ومركب فيهم سلح معديني من بعد افتحات الباب الفالنتين الشف دي العصابة وقال الدكتور نتا قد يأتي معايا نرجعه عند هاري لشط طريق المنظمة ديالهم ندخل البلاسة الاجتماعات عند آرتر رئيس ديال المنظمة وهنا لبسوا بجوج ندادر لكي يبينوا الأعضاء ديال المنظمة الثانيين وبدأوا الاجتماع ديالهم آرتر قال لهم بالكاينة عصابة قتلوا العامل ذينا في روسيا ودابا محتاجين شي حد ما يكون في بلاسته قاطعوا العامل مارلين وقال لهم بالعامل اللي مات في روسيا كان في مهمة لكي اعتقوا واحد الأستاذ جامعي اسمه أرلوند اللي كان مخطف ولكن اللي غرب هنا هو هذا أرلوند كي ينداب في الجامعة دياله ومخطف نمشي وعند در إيكزي والعامل اللي مات هذه 17 عام وما زال دابا لبس هذه الميدالية اللي اعطيها لهاري خرج من بيته ولقى رجل أمو اللي لم يتحامل معه فخرج من الدار ومشال عن صحابه للبار وهم قالسين جاءوا عندهم الأتباع ديال الرجل أمو اللي كانوا متنميرين بثاف ضحكوا عليهم شوية وفش خرج إيكزي هو وصحابه والراهم باللي اخذت سوار ديال الطنوبيل ديال هذوك المتنميرين بلا ما يعيقوا به طلعوا في الطنوبيل وبقى كيدور بيها ويلعب بها في الشارع حتى جاءوا البوليس وشدوه وهو عند البوليس لم يكن في باله حتى فكره لكي يخرج من غير النمرة للتليفون اللي ينفذك الميدالية فأخذها وعيط على هاري لكي يخرجه وفعلا جاء هاري وقدر يخرجه ومشاه بجوج قلسوا في واحد البار لكي يهدره شوية هاري قال له بالليباه كان شجاع وضحى براسه لكي ينقض صحابه وكان يتسنى حتى هو يكون بحاله فش يكبر ولكن كي يشوف غير دريب العقل وطايش وصافي ايكزي بدأ يبرر هذا الشي علاقته الخيبة مع رجل أمه اللي لم يريد يعيش معه وقبل ما يكمل هدرته دخلوا عليه هذه العصابات الرجل أمه جايين لكي يضربوه حيث سرقتهم موبيلتهم حاول هاري يهدر معهم بشوية وقال لهم يمشيوا ولكن منهم لا يريدونه ناضليهم وندمهم ديال بالصح ضربهم واحد مورا لاخر وخلق ايكزي مصدوم المهارات دياله فاشتال منهم مشى عند ايكزي ووجه واحد يسلح في وجهه كي يمحي من ذاكرته هذا الشي الذي يقع كي لا يقول له شيء حد على هذا الشي ولكن ايكزي يغبوه لكي لا يمحي ذاكرته وقال له ما سيقول له لكي حد من المور ما خلاه يمشي بحاله وصل للدار تمه جمع له رجل أمه وضربوه كي يقول له ما كان يضرب له رجاله ولكن ايكزي لا يريد أن يقول له شيء حاجة هذا الشي كله كان يسمع فيه هاري من الميكروفون الذي يركبه لي في حوائي جبله ما يعيق وفاش كان عليين يضربوه ذاك الساعة اهدر هاري من الميكروف وقال السيدة أن يعرف علي كل شيء وباللي كتبع المخدرات وإذا حاولت يضرب ايكزي سأعلم بك البوليس من الموراها اهدر مع ايكزي وقال له عنوان المحل الخياطة التي سيتلاقوه فيه ايكزي لماذا لديه ذاك المحل فعرض عليه هاري يدخل معه في منظمة كينغزمان ايكزي حد حياته ما فيها تهدف وفق في البلاسة وهنا فتح هاري الباب وهبطل المقر السري ثم بدأ يعود ليه على تاريخ المنظامة التي تفتحاتها كثير من مئة عام وهدف ديالها يحمي الناس من أخطر العصابات من بعد اخذها البيت في المجموعين المرشحين الأخرين جاء عندهم العامل مارلين وقال لهم بالليم اليوم سيبقوا هنا وسيدوزهم بثاف ديال الاختبارات لكي في الأخير يعزلوا واحد فيهم الذي سيشد البلاسة ويكون عامل من عملاء المنظامة وهنا مشاوا المترشحين يناسوا حتى فاقوا بالبيت اللي نعطي فيه هو يغرق بيهم وعمر كله بالماء كل واحد يمشى لكي يعتقراصه من غير إيكزي للمشال جهة الباب لكي يفتحه ولكن لم يبغى ليه فلمشال الزاج بقى يضرب فيه حتى هرسه وقدروا يخرجوا سالمين جاء عندهم مارلين وقال لهم هذا كان أول اختبار ولمن نجحتوا فيه كاملين حيث لم تعاونتوا بيناتكم وها هي واحدة فيكم ماتت نمشي وعند هاري للمشال الجامعة عند هذا الدكتور اللي كان مخطف بقى يخلع فيه حتى يقولوا ما كان يخاطفه ولكن لم يبغى يقول والو تمات تفرق عليه رأسه في يدهاري اللي لم يفهم والو من هذا الشي شوية دخلوا جوجه مثل الحين وقبل ما يفرقوا البلاسة كلها ويقتلوه قدر ينقذ من السرجة مهرب وهنا نعرف باللي فالانتين هو اللي يفرق على رأس دكتور حيث تعرف باللي كائنة من ضمكة من وراه وبغى يعرفها شكون هي في النهار الثاني مارلين جمع الموتر الشيحين وجب ليهم الكثير من الكلاب وكل واحد سيختار الكلب الذي سيكون معه فهذه المدة تدريبه الاختبارات من بعد مارلين اخذ ايكزي لكي يهضر معه وقال له باللي هاري كاين في صبيتر دابا هذا الخبار خلت ايكزي يحزن عليه وقرر يركز أكثر في التدريبه لكي يجعل هاري فخور به ومع الوقت بدأت تزاد المهارات القتالية دياله ودهما ينجح في الاختبارات تصويب السلاح نذهب عند فالنتين الذي يهضر مع الأميرة بريطانيا ورئيس الوزراء عرض عليهم يكونوا شركاءه في المشروع وهو يزرع كارت ميموار في البشر الأميرة لا تريد هذا الشيء في خطره ولكن فالنتين لم يكن يقول له وفي البلاسة شدها وحبسها عنده أما رئيس الوزراءها وافق على الشراكة وفي البلاسة زرعوا له الشريحة في عنقه نرجعه عند هاري الذي ما زال في الصبيتر ولكن بدأ يبره قليلا جاء عنده ايكزي تطمن عليه وقال له الذي يبقى غير ستاديا المترشيحين وهو واحد منهم قال له هاري الذي فخور به الكثير قليلا جاء مارلين وقال لهم لقيت السبب الذي خلت رأس الدكتور يتفرقع من الفيديو الذي يتصور كيف يبقى شيء مزرع عليه في رأسه وقال لهم بالله فالنتين يزرع عليه شريحة التي خلته يتحكم فيه وخطته يزرع هفقاء على البشر بشي يتحكم فيهم فالنتين في هذا الوقت دار مؤتمر يهضر فيه على الشرائح وكينصح الناس تزرعهم في داتا حيث ستسهل عليهم الحياة ويكونوا فيها المكالمات والانترنت وما محدود شحيتهم كلها المترشيحين دخلوا في اختيبار جديد والذي ينقذهم الطيارة بالبراشيت منع له كبير بزاف مارلين دعوهم حتى نقذوا فرحانين وقال لهم بالله واحد منكم البراشيت ليس مخدمش هنا كل شيء تخلع ايكزي قال لهم يجمعوا ويديروا دائرة حتى أحد ما يموت ولكن واحد منهم خسر لهم الخطة وفتح البراشيت لهم وعجوج أخرين ثم لا يوجد إيكزي وحدة بنت اسميتها روكسي شهدوا مع بعضياتهم وفتحت هي البراشيت لها ونزلوهم شهدين بجوج في آخر لحظة مارلين جرع له هذو ثلاثة الأولين لفتحوا البراشيت وإيكزي تقصب عليه بزاف وقال له ره كنت سأموت قرب لعنده وفتح له البراشيت لهم وقال له الهدف من هذا الاختبار هو واذا ستتعاونه إذا كان شي حد فيكم في خطر دابا نذهب مع هاري لدار فالانتين الذي جاء عنده وقال له أنا مستثمر وبغي نستثمر في المشروع ديالك دخلوا للدار وقعوا يهدروا هاري حاول يعرف أن البلاصفين تصنع هذا الشي ولكن فالانتين كان شاك فيه وما قال له شي معلومة مهمة من أمور لم يذهب فالانتين قال له مساعدة دياله بالذي يضع له جي بي اس حيث عارفوه جاي من منظمة كينكسمان هاري مشار المنظمة ودخل عند الرئيس آرتر يهدر معه وقال له بالأميرة بريطانيا غبر لها الآثار وبالثاف الشخصيات المهمة بدأوا يغبروا واحد مورا لاخر وزيد أن الكثير من الناس بدأت تركب هذه الشريحة الفالانتين ومنهم مين إيكزي النيت مارلين جمعت ثلاثة الذين يبقوا من المترشيحين والذين إيكزي روكسي و تشارلي وقال لهم بالذين عندهم مهمة وهي يمشيوا الوحيد للبار ويحاولوا يجلبوا هذه البنت التي تصويرها لمقر المنطامة وفعلا يذهبوا بالدراري وتلاقوا بالبنت وهم يهدروا معها وغيبوا كاملين حيث شربوا شيئا تنعس شوية فاق إيكزي والقراسو مربوط في السكة للتران وقف عليه واحد الراجل وبدأ يهدوه بشي يقوله على مقرد المنطامة ولغادي يخلي التران يدوز فيه ولكن إيكزي لا يريد أن يقوله وبقى شد فهدرته في الآخر لحظة وطلع هذا شيء كامل غير اختبار من المنطامة النيت الذي ينجح فيه غير إيكزي وروكسي أما تشارلي لا يمكنه حيث يخاف وقال لهذا السيد على البلاصة من بعد ذلك إيكزي مع هاري للمحل الخياطة لهم لكي يأخذ له كوستيم ويوريه الأسلحة للمنطامة وهو يوريه في الأسلحة سرق إيكزي قنبولة يربح البريكا بلا ما يشوفوا هاري وغير خرجوا من هذه البلاصة السرية لقوا فالانتين والمساعدة دياله جايحته ويأخذ كوستيم ولكن باينة تحت من رأسه شيئا هاري قال له لا تنسى الدوز للمحل لحده هذا لكي تأخذ قبعة تأخذك مع اللبسة وفعلا فالانتين مشال هذا المحل وشراء قبعة التي فيها جهاز التصنط والذي لا يعرف بالذي هذه خطة من هاري لكي يدخل يأخذها من هذا المحل حيث حتى هو تابع للمنطامة من بعد دوزه إيكزي وروكسي من الاختيبار التالي والذي هو كل واحد فيهم خاصه يتيري في الكلب دياله إيكزي تأثير كثيرا وابقى فيه كلبه ولم يستطيع أن يضربه ولكن روكسي نجحت في الاختيبار وهي التي قلت العميلة الجديدة في المنطامة وهكذا إيكزي فشل في الاختيبار ورجع للدار و أول مدخل لقى لطرس ديال الضرب في وجههمه وعرف بأن رجل هل يدر فيها هذا الشيء في البلاسر كبفت التوموبيل ومشاق قصده بش يضربه ولكن التوموبيل تدات عليه وهي التي تبقى تغادر سيجار أصاب وحدها حتى وصلت لدار هاري وهو الذي كان يتحكم في التوموبيل ودخل عنده وتعصب عليه حتى تسقط في الاختيبار مع العلم الفرد الذي أعطاهه كان خاوي في هذا الوقت كان مارلين يتصنط على فالانتين وعرفوه بالذي سيذهب الكنيسة في مدينة ثم قرر هاري يذهب الى هذه الكنيسة لكي يعرف ماذا كان وغير يذهب وقلص ولم يجد فالانتين كيين تمه فالانتين كان حاضي وعرفه جيدا هنا فاذا أريد أن يخرج من تمه ويمشي فالانتين يعمل الشريحة الذي يركب في قاع هؤلاء الناس الذين في الكنيسة ويجعلهم يتقاتلون مع بعضياتهم وتحكم حتى فهاري ويجعله يقتل الناس كلها فهاري يخرج من الكنيسة وقعه ومساعدته وكي يسينه فيه فالانتين قال له ما هذا الشيء اللي يدرسي فيه وفالانتين قال له حتى انت زرعت فيك الشريحة فش كنت نعس في السبيطر وحتى القضية القبعة كنت عارفها وفي البلاصة خرج الفردي دياله وقتله هذا الشيء كان يتفرج فيه إيكزي من البيسي دياله تصدمه تعصب بزاف وحزن حتى لا تهاري بهذه الطريقة ومشك يجري عند أرتر رئيس المنظمة لكي يقول له عنه نوترة وفاش قلته بشهره كبليه الشراب تم إيكزيق شعب الذي أرتر حتى هو زرع الشريحة وقال له بالليدرتي يدفيد فالانتين ووافقت على المشروع ديال الشريحة لكي نقدرون أن نقيوا العالم من الناس الذين لمصالحين شوية قال له يضع له السم في الشراب وقدر يتحكم في حياته وموته من ستيله الذي في يده أرتر بركع على ستيله وانتصدم فعرف أنه هو الذي يشرب السم حيث إيكزي كان شاك وقدر يقلب الكيسان حتى لا يرد له البال من بعد أن أرتر هز إيكزي تليفونه وقام يصج من فالانتين فيه التوقيت ومازال فيه ستاديال السوايع وبين هذا هو التوقيت الذي يبقى لكي فالانتين يبدأ يتحكم في الناس ذهي إيكزي المقر المنظامة عند مارلين وروكسي وعود لهم على شنوقع فقال لهم مارلين بالذي خاصة أن يدمروا القمر الصناعي للفالانتين لكي لا يستطيع صفحة الأوامر لهذه الشرائح وهذه المهمة ستتكلف بها روكسي أما إيكزي فالمهمة له هي يمشي للحفلة للفالانتين ويسرق البيسي للرئيس الوزارة الذي يسيطر عليه للفالانتين وهكذا سيقدر يدخل للسيستيم الشريحة ويوقفه يمشي إيكزي للحفلة ويقف الرئيس الوزارة ويحاول يوقف السيستيم ولكن على غفلاجة صاحبهم تشارلي الذي كان معهم في المونت داما والذي يعمل مع فالانتين لذي تسقط في الاختيبار في هذا الوقت قدرت روكسي توصل للقمر الصناعي ويضمرته أما إيكزي ضربت تشارلي ويأتي من تمحته وصل للطيارة التي فيها مارلين ثم مارلين أمره لكي يراجع للحفلة حيث السيستيم يعمل بالبصمة الفالانتين وخاصهم يقفوه قبل ما يسالي الوقت فالانتين اكتشف بالقمر الصناعي وتفرقع وقرر ينقل معلومات القمر وحد آخر بشي يقدر يتحكم في الناس فهذا الوقت يجزي رجع يدخل وتلاقعوا له الحراس فالانتين وبدأوا كثيرا فيه بالقرطاس ولكن هو تصدى لهم بالمضل لما يقدر القرطاس يدخل له وارماع لهم القنبولة التي كان سرق من المحل الخياطة ثم قدرت يفلت منهم وقال مارلين يدخل للسيستيم ويفرق عن ريوز هذه الحراس التي يبقوا على بره وفعلا قدرت يفرق عليهم ريوزهم كاملين أما فالانتين قدرت يدوز لمعلومات كل هذه القمر الثاني وقدرت الشريحة على البشر كاملين في العالم وقدرتهم لتقاتلوا بيناتهم اكتشف يدخل عليهم ولكن المساعدة فالانتين هجمت عليه وبقى يداربه حتى قدرت يقتلها بالسم الذي كان في الموسل في صباته وقدرتها الصناعية وارماها على فالانتين فقتلوا بيها في البلاسة وهكا قدرت ينقل العالم من الخطر الذي كان ودخل حتى هو المون الضامة ولكن لم ينسى رجل أمه ومشان تقمنه ومن رجاله وهنا تسالة الفيلم دينا نتمنى الملخص يكون أعجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتا وديروا اشتراك في القناة باش تفرجوا في الملخصات الجاية تهلاو وانتلاقاو في الفيديو الجاية